تشكل الانتخابات المحلية في تركيا مرآة لشعبية الأحزاب ومدى قدرتها على كسب ثقة المصوطين فهذه الانتخابات ينظر إليها كثير من المحللين الأتراك على أنها ستشكل نقطة التحول في المشهد الداخلي بالنظر لوضع البلاد الاقتصادي الأحزاب السياسية التركية تستعد لهذه الانتخابات في إطار التحالفات تم إعلانها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية تحالف الجمهور ويضم حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية وتحالف الأمة ويضم حزب الشعب الجمهورية المعارض وحزب الصالح والجيد المعارض مبدأ التحالف يعتمد على ترشيح أحد الحزبين مرشحا واحدا في ولاية ما تم التوافق عليها مقابل عدم طرح ذلك الحزب مرشحه في ولاية أخرى اتفاق تحالف الجمهور يضم مرشحين لواحد وخمسين ولاية أربعة وأربعون منهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم وسبعة منهم لحزب الحركة القومية على الطرف الآخر المنافس تحالف الأمة تم الاتفاق فيه على ثلاثة وعشرين ولاية حيث يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض ثلاثة عشر مرشحا في ثلاثة عشر ولاية وحزب الجيد أو الصالح عشرة مرشحين فقط تستحوذ المدن الكبرى على أهمية بالغة في الانتخابات المحلية بحيث تضع الأحزاب السياسية ثقلها للفوز بهذه الولايات ويأتي في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنى في إسطنبول يتنافس بن علي يلدريم عن العدالة والتنمية وأكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري عن تحالف الأمة أما في أنقرة يتنافس محمد أزهسكي عن العدالة والتنمية ومنصور يفاش مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض عن تحالف الأمة في مدينة إزمير نهاد زبك جي مرشح العدالة والتنمية عن تحالف الجمهور وتونغ سوير مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض عن تحالف الأمة وفي أضنى يتنافس حسين سوزلو عن الحركة القومية وزيدان كرارلر عن حزب الشعب الجمهوري وفي مقابل هذه الاتفاقات هناك ولاية لا تشملها التحالفات إذ يخرج كل من الحزبين اسما يمثله كولاية كيلس وأديمن وغيرها الانتخابات المحلية في تركيا لا تشمل فقط بلدية المدينة أي البلدية الكبرى بل تشمل أيضا بلديات المناطق ضمن المدينة الواحدة وتجري الانتخابات فيها بنفس التحالفات السابقة لكن تبقى البلديات الكبرى أكثر أهمية وخصوصية فمن سيسيطر عليها؟